الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان مشاهدين عشاق الأصالة بالوطن العربي الكبير تتواصل انطلاقات هذا السباق الكبير تحت رعاية سمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وهذه البطولة التاسعة عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة اليوم خاص بسن الثنايا وأيضا أشواط للحيل والزمول وهذه الانطلاق السابع الموفقة إن شاء الله لشوت خاص بالبكار جائزة الشوت طبعا سيارة لصاحب المركز الأول وجوائز النقدية قيمة حتى المركز العاشر نتواصل بتواصل الأشواط ونحاول أن نتعرف على المراكز الخمسة الأولى بعد أن قطعنا الكيلو متر الأول المركز الأول الشعار العابر خاطف الكأس في الشوت الخاص بالقعدان بشعار اللورد عبدالله بن سعيد العيدة الذي حقق الناموس في أول الأشواط الخاصة بالقعدان وخطف الرمز والكأس الغالي مهديا بنائي وعشاقي هذا الشعار الناموس وأيضا الناموس ذهب إلى الدوحة مع هذا الشعار الكبير هذه اللي تحتل المركز الأول وتنطلق في صدارة ومقدمة الشوت المحتلة للمركز الأول المتقدمة شعار عبدالله بن سعيد العيدة على المركز الأول على المركز الأول رقمها 27 على كل حال بنتعرف عليها المركز الثاني ننتقل إلى المركز الثاني إلى المركز الثاني سليل عبدالهادي بن علي بن مانع العجمي من الكويت أبناء الكويت على المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث ولا شعار بن حنزاب هذا اللي على المركز الثاني الدوحة لسعود بن سالم بن علي الحنزاب المركز الثالث شعار الجريان على المركز الثالث ينطلق ويندفع على المركز الثالث شعار الجريان رقم 21 أيضا هنا على المركز الثالث المركز الرابع نتابع المركز الرابع المركز الرابع الجذابة سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المريح المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس هنا المتقدمة المتحدة للسيد محمد بن راشد بن حمد آل بريس المري أعودي للمركز الأول متابعين مشاهدين الكرام مع المركز الأول شعار عبد الله بن سعيد العيدة مع شديد المحتلل للمركز الأول المتابعة مع من حمد بن راشد بن راية المري أحد المخضرمين هذا المضمر الشاب المميز حمد بن راشد بن راية الذي قدم العابر في الشوط الأول الرئيسي وخطف الكاس المركز الثاني المركز الثاني على المركز الثاني شعار بن حنزاب القادم من الدوحة وشعاره على ظهر الدوحة هذه اللي تمثل شعار بن حنزاب مع الدوحة سعود بن سالم بن حنزاب على المركز الثاني على المركز الثالث نتابع المركز الثالث الجذابة سعيد بن علي بن سعيد العيدة لبريس المر المركز الرابع شعار العطية وتنطلق هناك نوف اللي بالمركز الرابع بشعار خليفة بن حمد العطية المتابعة مع أمن المضمر سعيد بن بطي الزعب المركز الخامس نمبر فايف على المركز الخامس يجأ المودة محمد بن ناصر بن راشد الهاجر المتدخلة من العمق على كل حال نعود إلى المركز الأول إلى صدارتي ومقدمة الشوت يا سلام شعار العيدة على المركز الأول العيدة على المركز الأول شعار اللورد على المركز الأول هنا مع الشديدة المحتلة للمركز الأول على صدارتي ومقدمة الشوت المركز الثاني المركز الثاني المتحدة على المركز الثاني سلطان بن شافي بن حمود العجمي من الكويت على المركز الثاني المركز الثالث على المركز الثالث رقم 38 هذه المحتلة بالمركز الثالث المتقدمة إلى المركز الثاني سلطان بن شافي العجمي أيضا من الكويت المركز الرابع المركز الرابع هنا رقم 15 المركز الرابع منطلقة الدرعية سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري والمركز الخامس هناك من الجانب الآخر نوف خليفة بن حمد العطية مع سعيد بن بط الزعبي في المتابعة والتضمير الموقع وين؟ الموقع وين؟ لوحة الأربع كيلو مترات انتصاف مسافة وعمر هذا الشوط ثمانية كيلو مترات مع هذا الرقص في هذا المساء رقص الثناية إبداع الثناية وإمتاع هذه الشعارات نعود إلى الشعار الخطير الشعار الغالي على المركز الأول الشعار العيدة شعار اللورد يتقدم قدم العابر وقدم المركز الثاني على العابر والثالث على العابر في شوط كأس الثناية حقق مع الرماس ومع لهب ومع العابر المراكز الثلاثة الأولى مهديا عشاقي الشعار السيلاوي الكبير هذا الناموس الغالي ناموس موفق إن شاء الله أبو سعيد ومتواصل أيضا في الرموز القادمة إن شاء الله نعود إلى المركز الثاني بعد أن أعلننا شديدا اللي تحتل المركز الأول المركز الثاني رقم 15 الدرعية سعد بن طالب بن محمد بن شريم من المملكة العربية السعودية إخواننا وإشقانا من السعودية مرحبا بكل عشاقي لا صالة في الوطن العربي الكبير مرحبا بأبناء الخليج في هذا المهرجان الكبير مع هذا المهرجان الغالي المركز الثالث نتابع نوف على المركز الثالث نوف 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 على المركز الثالث خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثالث المتابعة مع من؟ شعيد بن بط الزعبي هنا المغامر غامر يا المغامر اليوم غامر يا المغامر شعيد بن بط الزعبي يتابع نوف هذا الاسم الغالي هذا الاسم الكبير على المركز الثالث المركز الرابع ننتقل إلى المركز الرابع هنا الحرة على المركز الرابع عبدالله بن محمد بن حيروم المحرمي من الإمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مرحبا بأشقائنا وأخواننا من الإمارات في هذا المهرجان الغالي الذي يجمع بين أبناء الخليج على قلب واحد في ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح المركز الرابع رقم خمسة هذه الجميلة هنا على المركز الرابع الهاشمية فيصل بن مشعل بن حسن الشريف من المملكة العربية السعودية قادم من ميدان الطائف مشارك بهذا الشعار المركز الخامس ولا الرابع على المركز الخامس ينوف من الجانب الآخر خليفة بن حمد العطية على المركز الخامس خلاص انتهينا من النداء الرابع ولا الخامس على كل حال على الصدارة العيدة دائما يعشق هذا الموقع يعشق هذا الموقع يحب هذا الموقع عبدالله بن سعيد العيدة اللورد على المركز الأول مع شديدة صاحبة الإنجازات وتاريخ حافل حافل مع اللورد عبدالله بن سعيد العيدة اليوم اليوم السعادة مع هذا الشعار بسعيد متواجد وحاضر اليوم حاضر فايز فايز بكاسي اليوم عبدالله بن سعيد العيدة مع شديدة على المركز الأول مع المركز الأول عبدالله بن سعيد العيدة أيضا أيضا المتابعة مع من؟ حمد بن راشد بالراية المركز الثاني والله خطيرة نوف والله خطيرة نوف نوف خطيرة على المركز الثاني خطيرة خليفة بن حمد العطية على المركز الثاني وأسعيد بن بطي الزعمي في المتابعة المركز الثالث أبناء الإمارات أبناء الإمارات على المركز الثالث هنا على المركز الثالث المحرمي خطير المحرمي قادم 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 من المرموم مع هذا الشعار مع الحرة عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي المركز الرابع المركز الرابع تتقدم وتنطلق تنبيه جابر بن عفاس بن صالح المري الكريبي هذا هذا الشعار الكريبي على المركز الرابع البريدي وصل البريدي تحية للبريدي تحية 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 للبريدي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي نقول لك تحية تحية مسايا واسمها تحية على المركز الرابع على المركز الرابع المركز الخامس وين المركز الخامس وصل الهدافي وصل الكبار وصل الهدافي مع خيرة خيرة وعساب الأمر خيرة يا زيد يا بن محسن على المركز الخامس هنا حمد بن غانم بن سلطان الهديفي لكن نعود نعود إلى الكبار إلى الكبار إلى الكبار شديدة 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 العيدة على المركز الأول شديدة العيدة مع مقدمة الشوت 1200 يا بالراية 1200 عن خط النهاية عن الناموس نوف 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 يا هل الخير والمعروف سلموا لي على الغالي اسمها من ثلاث حروف يا عذابي وغربالي يا عذابي يا بن بطي الله خليفة بن حمد العطية من الشحانية من الدوحة قادم قادم أبناء الإمارات يا سعيد يا بن بطي الزعبي أبناء الإمارات بالمركز الثاني وصل لبريدي وصل المسند المسند وصل وصل بالراية وصل التعزيز لشعار العيدة لكن لكن الزعبي مرتاح بالمقدمة عصاتها ببطانها راق دوامنا العصا الله يا لأعصابك يا سعيد يا بن بطي الزعبي يا لأعصابك راحت السيارة يا الزعبي راحت السيارة البريدي تحية البريدي تحية البريدي لكن الزعبي الله هؤلاء الكبار هؤلاء الكبار انظروا ماذا يفعلون ماذا يفعل الزعبي المضمن المخضرم سعيد بن بطي الزعبي المغامر عصاتها ببطانها نوف 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 وياها للخير والمعروف سلموا لي على الغالي اسمها من ثلاث حروف يا عذابي وغربالي عذابي يا الزعبي عذابي الله تحية للشحانية تحية للشحانية ولعشاق الشحانية وللدوحة على فوز نوف بالمركز الأول تهانينا والناموس لخليفة بن حمد العطية على فوز نوف وحصولها على السيارة المركز الثاني تحية لسيد حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريد المركز الثالث المركز الثالث من أيضا من دولة قطر خيرة لحمد بن غانب بن سلطان الهديفي المركز الرابع نمبر ناين وادرين لفرج بن عبدالهادي بن طالب بن هلي المركز الخامس عبدالله بن سعيد العيدة مع المركز الخامس بوصول حصاد على المركز الخامس تهانينا والناموس لكل الفائزين تهنئة خاصة نزفه على هواي مباشرة لخليفة بن حمد العطية وتهنئة أيضا للمضمر سعيد بن بطي الزعبي الذي قاد نوف في هذا الشوط وحصلت على السيارة تهانينا والناموس والمايكروفون يعود للزميل متعب في المنصة الرئيسية شكرا معلغين شكرا أيضا على هذا الإنجاز وكذلك أيضا في متابعة من الأخوان ومشاركتهم أيضا على هذه السباقات لتعني الكثير سواء كان من المعلقين أو من اللجانة الفنية أو أيضا من ملاك الهجن ومضمرين في مشاركتهم طبعا نتيجة عند أخي خالد العجمي بمراشد بنبارك نزفه التاني والتبريكات للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية وإلى المضمر الكبير سعيد بن بطي الزعبي على حصول نوف على المركز الأول فألف المبروك لابن عطية حصول نوف على المركز الأول وحصوله على السيارة المركز الثاني اللي هي ما قصر التحية مع حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي وما قصر التحية المركز الثالث خيرة الحمد بن قانب بن سلطان الهديفي الكواري فنبارك لهم هذا الفوز والف المبروك والناموس يعني بالفعل كان شوط قوي مثير وتحدي وإثارة فيه ونبارك الهالي قطر